قلل عضو تحالف الفتح كريم عليوي من حضوذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بولاية ثانية بسبب ما وصفه بالإخفاقات التي ارتكبها منذ تسنمه منصبه وقال عليوي في تصريح صحفي الكاظمي تبنى خلال رئاسته قضايا بعيدة عن الواقع السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد مشيرا إلى أن ما جئه إلى منصبه كان بسبب خلافات سياسية وليس على أساس الكفاءة وأن من يظهرون دعمه في العلن إنما يجاملونه